وأعود لكاتبنا والباحث في شؤون الحركات الإرهابية لأستاذ ماهر فرغلي أستاذ ماهر أصداء هذا التفويد لم يكن فقط مزلزل لجماعة الإخوان الإرهابية في مصر فقط بل كان في المنطقة والتداعيات الكاشفة امتدت لدول كتير في المنطقة والعلم ما حدث بالأمس في تونس وواحد من هذه التجليات لـ 30-6-37 والتفويد في 26-7-2013 أنا أذكر أن هناك تصريحا لأحد قيادات المجلس العسكري في مصر حينما تحدث بعد هذا التفويد وذكر أن الإخوان سوف يطردون في كل المنطقة وسوف يسقطون في كل المنطقة صدق حدثه بالفعل والإخوان المسلمين كانت بداية النهاية لهم وبداية الحصار الحقيقي وتغيير مصرهم والضغط عليهم كان من سقوطهم داخل مصر مصر كانت الأساس و30 يونيو كانت الأساس و3 سلعة كانت الأساس والتفويد كان الأساس في إسقاط جماعة الإخوان المسلمين وكشفوا حقيقتهم لأن الإخوان في مصر ارتكبوا جرائم كثيرة جدا ارتكبوا جرائم قبل التفويد وقبل 3-7 أودت بهم لهذا السقوط المروع وارتكبوا جرائم أشد خطورة جدا بعد بيان 3-7 من عمليات إرهابية ضخمة جدا وتعاون مع كل الجماعات في ما يطلقونهم عليه الصغرات المؤلمة وسياسة الصغرات المؤلمة بهدم الاقتصاد المصري عبر عمليات إرهابية فأجراموا ومع هذا الإجرام سقطوا وسقوطهم كان هو البداية لسقوط تنظيمات أخرى رأينا في الأردن انشطار وانشقاق التنظيم داخل الأردن إلى جنحين وصراع ضخم جدا رأينا سقوط الإخوان في السودان رأينا سقوط الإخوان الآن في تونس وضعفه في شمال أفريقيا بالكامل وحصاره الآن في أوروبا يعني حتى الدول الأوروبية الآن التي كانت ترفض إعلان جماعة الإخوان العربية رأينا النمسا ورأينا ألمانيا يصدر قوانين بتتحدث على رموز الإخوان المسلمين أنها رموز إرهابية وتحرمها تماما بالقانون إذن مصر كانت أول الخطوات وأول الطريق وما حدث بالأمس في تونس هو خير مؤشر وخير دليل على ذلك ولكن للأسف في تونس يرتكبون نفس الجرائم التي ارتكبوها في مصر من محاولة سحب الشرعية والاستعانة بالجماهير وإنزالهم للشوارع ثم ممارسة العنف عبر الجناح السري لحركة أمور هل تتوقع دخول تونس في دوامة من الإرهاب؟ ربما وقد يتم استدعاء عناصر إرهابية من أي مكان من المرتزقة التابعين للنهضة ولجماعة الإخوان الإرهابية في تونس وبالتالي قد يكون هناك عدم استقرار في الفترة القادمة؟ نحن نعلم أن تونس كانت هي الدولة المصدرة الأكبر في العالم العربي لداعش سلاسة ألاف عنصر ذهبوا من تونس إلى سوريا وكان بها تنظيم القاعدة أبو عياد التونسي وأبو عياد هربتوا حركة النهضة إلى ليبيا وقتل هناك في ليبيا وحلت جماعة أنصار الشريعة فإذا القاعدة وداعش موجودين في جبل الشعنبي وهو جبل وعر جدا شد وعورة من جبل الحلال في مصر وهناك مجموعات في حالة سكون تسكنها حركة النهضة يعني هناك تعاون ما بين الجهاز السري لحركة النهضة مع هذه الجماعات وحاول راشد الغنوشي وحركة النهضة خلال السنوات الماضية عملية الأخوانة التي يطلقون عليها خلق النخب يعني راشد الغنوشي أطلق على عملية الأخوانة ما يسمى بخلق النخب داخل تونس ومن ثم هو خلال السنوات الماضية عمل على ذلك على هذا التنظيم الميداني داخل تونس لكن أنا أتوقع الآتي يعني في سن رهات بسيطة جدا واحد أنه سيحاول المؤامة مع الدولة التونسية واتحاد الشغل في تونس فإن فشل سيلتج إلى النزول الشوارع فإن حصل ضغط على هذا سوف يلتج إلى الجماعات العنف وإلى الجهاز السري لممارسة عمليات إرهاب داخل تونس نفس الطريقة للأسف نفس التربية التكونية للإخوانة في كل مكان ونفس المصير ونفس المقال على مياه